اشتركوا في القناة اربعمية وستين كيلو متر بواسطة الحافلة او السيارة فانت محرم الان اي دخلت في المناسك بالركن الاول الذي هو الاحرام عاود التلبية بصوت مسموع اما النساء فلا يرفعن اصوتهن عندما تشاهد مشارف بكة تنطق بالدعاء المأثور راكبا الحافلة او ماشيا اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا اللهم ان هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والامن امنك والعبد عبدك جئتك من بلاد بعيدة بدنوب كثيرة واعمال سيئة اسألك مسألة المضطرين اليك المشفقين من عذابك ان تستقبلني بمحض عفوك وان تدخلني فسيح جناتك جنة النعيم اللهم ان هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمي ودمي وعضمي على النار اللهم امني من عذابك يوم تبعث عبادك اسألك بانك انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا ابدا في المدينة ايضا في شوالع مكة يمكن مراحدة الحيوانات بشكل عادي جدا كما تتميز مجموعة من الساحات بوجود نوع من الحمام النظيف هذا هو الاسم الذي رأيت انه يناسب مقامه فهناك بعض الساحات التي تتعايش فيها المئات من الحمام ولكن دون ان يترك اي اثار اي اثار غير نظيف بالطبيعة الحال اي زائر لمكة المكرمة هذه المدينة المقدسة التي تشكل مركزا للعالم ويأتي اليها الحجيج من مختلف بقاعه يأتي اليها المسلمون من جميع القارات الملاحظ ان شوارع مدينة مكة تكاد تكون شوارع يعني لا تختلف بشكل كبير عن شوارع دبي او واشنطن او لندن في بعض المقاطع وما يؤشر ان واحد الحرك واحد حراك عمراني واحد واحد مرحلة تطويرية بدات بش ما تنتهيش لملاحظ ايضا انه كل الشوارع مجهزة بمرافق ضرورية خدمة للحجاج والمعتمرين حين اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتلي من خلقك وسترتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسوك فان كنت راضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل ان تنأ عن بيتك داري وهذا اوان صرافي ان ادنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاسحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا شارع الحجون هو شارع طويل منتد وله تفرعات كثيرة مزين على الجانبين بفسيفسة تشكيلية ديكورات هذه النفورة الصغيرة ذكرتني بمدينة فاس إنما يشتد الحر تجد جميع الأطفال يسبحون وهنا أيضا في شارع الحجون مجموعة من الأطفال الصغار يقاومون الحرارة بالسباحة في هذه النفورة هذا شارع الذي يؤدي إلى المدينة المنورة وإلى الطائف وتبدو الشوارع نظيفة نظيفة بالمطلق تتوفر على كراسي على مقاعد في الجانبين هناك نصب تذكارية لا ترمز إلى شخصيات أو إلى أشياء محددة وإنما أشكال رمزية متبتة في شوارع المدينة لكن الحياة لا تختلف فكل ما يطلبه المرأة كيف ما كانت جنسيته موجودة المحلات المعكولات مكتوناللز الكينتاكي جميع الأشكال والأنواع التي تحب متوفرة وشكل جيد جدا هنا بعد الأماكن كنت نراحظ مع هذه الإقامة الصغيرة على هذه المدينة في نفس مشروع هذه مهددة بالزوال وطبعا المكان سيكون خندق كما نرى على اليسار جميع الأحياء الهامشية التي كانت تحيط بمكة أحياء شعبية هامشية تم تدمير جزء منها وتم تعويض ساكنيها وثقا لبرنامج الهامشية كما تم إشعار الآخرين بزوال باقتراب زوال بيوتهم والسبب هو خطة بالتطوير تمتد إلى عشرات سنوات وفر لها مدركة العالمية السعودية الملاير من الدولارات من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير المدينة وتأهيلها لتصبح مستجابة لجميع شروط الحياة المدنية فهنا الشرع الذي يؤدي العزيزية هي الملاويت طريق المنى والعرفات أيضا وطريق إلى الحرم الطريق مزودة برادارات إلكترونية الملاحظة أيضا على أن السرافة موجودة في أي مكان فأنا أريد أن تصرف العملة بلدك فأنت لا تدخل في أي نقاش فالأمور ليست فيها أي نوع من المساومة كم تدفع هذه تأخذ بدون أدنى نقاش طبعا لائحة هذه البورصة متبتة أمامك إلكترونيا ويحتاج الإنسان إلى المزيد من المال طبعا ليس المال وحده وإنما الإيمان أيضا والصبر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عدب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر